حلوة النهاردة. ده اكيد. اليوم نزيز. ده اكيد. كلام كل حلوة. موجود محمد كابتان محمد. انا خليك اسم. حاسس كده من ابتسامتك الحلوة دي. وحماسك الجميل ده. انك عايز تتكلم على وسامة ابو علي. اه طبعا. صح كده? صح. يعني اه خبر سيء لجميع منافسي النادي الاهلي. خبر سيء? للمنافسين. منافسي النادي الاهلي. اه. ان وسامة ابو علي لسه عنده نفس الشغف. واضح جدا من ماتش النهاردة. ولسه جعان كورة. ولسه بنفس المجهود. ولسه بنفس القوة ونفس الرتم. اه يعني مداش انتباع انه هو لعب الموسم الوحيد. ان سيزن وندر اللي احنا بنسمحه. مفيش بقى. لك وسامة ابو علي لقى ده نهى وما جابش غير جنفة افريقيا. لأ. وسامة ابو علي مواجم متكامل في كل شيء. هي لقطة واحدة توريك. وسامة ابو علي بيفكر ازاي? بيشتغل ازاي? قوي ازاي? هي لقطة كانت موجودة في الشوت التاني في هجمة مرتدة للنادي الاهلي. اما نيجي نتفرج عليها. الكورة دي كان الاهلي بصراحة ابتدى فيها كويس اول الواحد. نتبنى اللعب بشكل كويس. ادى الكورة لأكرم توفيق له. او الصور معنا. زي ما انت شايف هنا اكرم توفيق سلام الكورة يا كريم. بصراحة اكرم عدى بشكل كويس جدا من الراجل. بعد كده الصورة اللي بعدها هتقول اول ما اكرم هيبدأ يعدي. النادي الاهلي يعمل التحول. اول ما حصل التحول بص على وسامة ابو علي. لو اكرم كان لعب الباصل وسامة ابو علي. كان وسامة ابو علي هيروح انفراد من نص المرعب. بس اكرم طلع حسيني الشاحات. عاوزك تبص على اول ما حسيني الشاحات هيمسك كورة. بص على وسامة ابو علي هيكون فين? اوف سايد. اعمل ايه بقى? افضل استنى حسيني الشاحات? لا. هو فين? بين الاتنين سنتر باك. كالعادة والتريد مارك بتاعته. نرجع بس الفريم اللي قابله. كالعادة والتريد مارك بتاعته. انا هجي استخبى ورا المدافع عشان معرفش انا فين. بص الفريم اللي بعده. وسامة ابو علي اول ما بدأ يجري بيبص ام بدأ انه هو يجي في ظهر المساك التاني. نشوف الفريم اللي بعده على طول. اول ما وسامة ابو علي بقى في ظهر الاتنين ما حد شايفه كريم هو بيجري فين. بص بقى هو هيبدأ يعمل ايه? الراجل مش شايفه. فعشان لما ياخد القرار ما حدش يلحقه. مرة واحدة وسامة ابو علي هيقوم جاي. وقاطع ما بين الاتنين. لان راجل المساكل الاولاني ولا التاني واخد باله منه. اول ما الاولاني بدأ ياخد باله منه الوضع التشريحي او الجسدي بتاع كل واحد فيه مختلف وسهبه علي الوحيد اللي راح بقشه. تلعبت الكرة. وهنا بقى عاف عند الكرة دي بحاجة. الكرة متطرفة على شماله. هو لعيب ايمن. وهو حسين اللي عيبها له بالراحة. الراجل الجنحة كريم شط الكرة بمنتهى القوة برجليه الشمال. وعاوز عبواريك بقى شوف الفريم اللي على طول. اول ما الراجل هيشوته الكرة هو من قوة اندفاعه وهي على الرجل بصه هي عزاي. والراجل كم دايقه وزقه وضغطه. فدي كرة توضح لك. وسام هيفضل مرعب. يا ربنا يا حميم يا صراط لها نقول احنا نحسده ولا حاجة. هيفضل مرعب لكل المنافس الناد الاهلي. ما ينفعش تغيب عنه ثانيا. هو اسرع واسكب كتير من كل المدافعين بيلعب معهم. وسام ابو علي الميزة فيه. هو بيستخبى وراء المدافعين علشان يظهر في التوقيت المناسب. فكرة زي دي زي ما انت شايف برجل الشمال فعشان كده بقولك وسام ابو علي. ان شاء الله يعني يعمل مع النادي الاهلي موسم قوي جدا. حال.